اطلع مجلس الوزراء السعودي في جلسة له برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة على نتائج اجتماع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي المنعقدة بقصر اليمامة الأسبوع الماضي بحضور عدد من أعضاء المجلس وأنوها مجلس الوزراء السعودي بما اجتمل عليه الاجتماع من تأكيد على استمرار الدعم المملكة لمجلس القيادة والحكومة اليمنية والشعب اليمني والجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر